موسيقى 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 حقيقة أن هذه العقوبات البادلة فيها شوية ما من الصح ولكن يجب أن يكون يعني البادل يجب أن يكون زجري مثلا كيف يكون يجب أن يحول مثلا ماديا يجب أن تكون المادة يجب أن يحس بأنه غلط لأنه الدور بصفة عامة هو يحس خرب الخطأ بأنه يعمل ممارسة شنيعة في حق المدنية أو في حق الوطن أو في حق فهمت يجب أن يكون عقوبة زجرية مثلا يعني أوليو لا يدخل شي لحبس مثلا ماديا يجب أن يكون عالية نوعا ما يجب أن يحس بأنه غلط لكننا خاف أن أن يتحول هذا القانون لفائدات الناس اللي عندها الفلوس مثلا واحد يكون يدير واحد الجروم أو واحد جيناية وتقول لي يخلص مثلا يخلص الفلوس باش يخرج أو يدلي الصور ربما أنه يجب تأريد قبل المهم المناقشة والمصادقة على المشاعرية حتى نهن هاي أرضية لكي تمكن الفاعل السياسي من ضبط هذه الخلفيات وسبب نوزول هذا المشروع قامناه هناك عقوبات لا تستحق سجن الإنسان يبقى بصراحة وتكون عقوبات بديلة وتكون الإدماج وتكون أسهل وأحسن لا تكون عقوبات خاصية هي لا تحتاج إلى كل شيء هناك عقوبات خاصة لا تكون ججرية بحل السلاح الأبيض بحل السلاح أما بالنسبة للإنسان كريدي ولا شيك ولا كادا ولا خاصة بسيطة ولا شي نزاعات بسيطة مدينية حسن تكون عقوبة بديلة باش ما تتشرش الأسار وتتدمر ذاك الإنسان وتكون إدماج أبيض نظرا لأن المؤسسات السجنية بالمغرب لم تعد قادرة يعني على استضافة المتهمين والمسجونين والمدانين بمختلف العقوبات وهذا يتقل كاهلها على المستوى المالي وعلى المستوى الكلفة المالية ومشكلة الإكتضاد أيضا لذلك أعتقد أن العقوبات البادلة هذا حل حل واقعي ربما أفضل مثلا أن بعض الألماط ديال العقوبات أنها تستبدل مثلا بالأعمال لا أقول بالضرورة الأعمال الشقة ولكن الأعمال اللي ممكن نعيده من خلالها إدماج السجين أو المجرم بين مزدوجتين في نسيج الاجتماعي بحيث ما نفصلوش على المجتمع وبغيت نهضر خصوصا على بالنسبة للحالات ديال الناس اللي لم تبتش في حقهم بأنهم أجرموا ولكن كي يبقوا في تحت الحرسة النظرية أربما لشهر والسنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر